لو انت منشق محتوى او عندك قناة على اليوتيوب وحبيت تقدم فيديو تعليمي احترافي بجودة عالية بتوصل ل 4K وبأي امتداد وفقل مجهود فالفيديو ده هيكون ليك في فيديو النهاردة هكلمكم عن برنامج كمتياج ستوديو الاصدار التاسع الحقيقة البرنامج ده بيعتبر من افضل البرامج في تسجيل شاشة الكمبيوتر وعمل منتاج احترافي للفيديو وبجودة عالية بتصل ل 4K تقدر تحمل البرنامج بشكل مجاني من على موقع معتز او تشترك في نسخة البرو المدفوعة من الموقع الرسمي للبرنامج ومن غير ما اطول عليكم يلا بنا نشوف ازاي بنشتغل على البرنامج هنروح على برنامج كمتياجة 2019 هتفتح معانا ويندوز غيارة فيها نيو بروجيكت ونيو ريكوردينج وآبين بروجيكت بالنسبة للنيو بروجيكت لو انت عايز تفتح مشروع جديد بالنسبة للنيو ريكوردينج ده لو انت عايز تسجل شاشة الكمبيوتر او جزء من شاشة الكمبيوتر بالنسبة للأوبين بروجيكت هنا البرنامج بيحفظ لك كل الملفات اللي انت اشتغلت عليها داخل البرنامج وبيحطها لك في الريسنت فمثلا بتختار اي برنامج او اي حاجة انت حفظتها وبيتدوس على أوبين بروجيكت وليكن احنا دلوقتي هنتكلم عن النيو ريكوردينج عايزين نسجل شاشة الكمبيوتر فهندوس على نيو ريكوردينج هتظهر لي نافذة صغيرة بالشكل ده هنبتدي نزبط اعدادات المايكروفون واعدادات الكاميرا طبعا انا مش عايز الكاميرا شغالة وايه بس شغلته المايكروفون بختار من السهم ده المايكروفون اللي انا بستخدمه طبعا انا هنا بستخدم مايكروفون خارجي مش المايكروفون بتاع الكمبيوتر فبختار المايكروفون اللي انا بستخدمه وايه هنا بختار الكاميرا اللي انا بستخدمه طبعا انا هنا مش هستخدم الكاميرا فانا مش دايس عليها لازم افعلها ادوس على الكاميرا عشان علامة الصح اللي بالله اقدر تظهر معاه. كده انا مش مشغل الكاميرا. بالنسبة للشاشة الكمبيوتر او شاشة العرض اللي هتظهر. اه في عندنا نوعين من شاشة العرض. لو انا عايز الشاشة تظهر بشكل كامل للجمهور. بعمل هنا فول سكرين. ولو عايز بس جزء من الشاشة. بدوس على او اه من السهم الصغير ده. باختار المقاس اللي انا عايز الشاشة تظهر به. جميل جدا. اقدر برضو اتحكم في مقاس شاشة العرض زي ما انا عايز. اقدر اكبر وصغر مقاس الشاشة من هنا. وهنلاقي هنا سنتر نقدر نتحكم في حركة الشاشة. لو انا مثلا عايز احط الشاشة في المنطقة دي او احط الشاشة في المنطقة دي وهكذا. وليكن انا خلصت زبط مقاس الشاشة. هتأكد من ثلاث حاجات هتأكد من ان الميكروفون شغال كويس. وهتأكد من ان الكاميرا شغالة. وهتأكد برضو من مقاس الشاشة. بعد كده هدوس على تسجيل. هيبتدي البرنامج يعدلي عد تنازلي. والشاشة هتتسجل بالشكل ده. لو جينا تحت هنا هنلاقي علامة باللون الاخضر. وعلامة باللون البامبة. فلو دوسنا على العلامة اللي باللون البامبة. اقدر من هنا اعرف التايمينج عشان وقت التسجيل. وبعد ما خلص التسجيل للفيديو. اقدر برضو اوقف الفيديو بشكل مؤقت. ادوس على بوز او اف تسعة من الكيبورد. طيب وانا افترض انا خلص تسجيل الشاشة بشكل نهائي. وعايز اوقف. هدوس على او اف عشرة من الكيبورد. طيب لو انا مش عجبني الفيديو. وعايز امسح الفيديو. واعمل فيديو جديد بدوس على هيقولك ان هتقول له ياس. جميل جدا. فيه طبعا هنا بعض الادوات تقدر تستخدمها في التسجيل. زي مسلا لو انت عايز تضيف مسلا حاجة ترسم بيها. ولو انت عايز تمسحها بتدوس على من الكيبورد. لو انا طبعا عايز احرك الشاشة اثناء التسجيل بالشكل ده كده. اقدر حركها زي ما انا عايز. بكل سهولة. جميل جدا. وانا افترض ان انا خلصت تسجيل الشاشة بدوس على او اف عشرة من الكيبورد. بشكل تلقائي هيجيلي الفيديو اللي انا سجلته هنا. اقدر اسحبه للتايم لاين. زي ما حضرتكم ما شايفين التايم لاين ده بيتم عليه كل الشغل بتاعنا في المونتاج والتعديل الفيديو. فعلو انت عايز تعدل اي حاجة بتعدلها في التايم لاين. كل اللي عليك تعملك انك بتحط الصور بتاعتك هنا او بتحط اللوجو او الفيديوهات بتاعتك هنا. وبتعمل لها دراجنج في التايم لاين. فكل ما تعمل دراجنج كلما، التراك بتزيد. زي ما حضرتك شايف خمسة، ستة ايا كان. قبل طبعا ما نشتغل هنجيب الفيديو اللي عايزين نعمل له منتاج وهنجيب اللوجو بتاعنا وهنجيب الصور وكمان الميوزك او الموسيقى اللي احنا عايزين نحطها في الفيديو. فانا مجهز عندي فايل على الديسكتوب اسمه ماي وورك. في كل حاجة خاصة بالحاجات اللي انا عايز اعمل لها منتاج. فاخدهم كلهم كده واسحبهم على الميديا. الميديا دي بنجمع فيها كل حاجة خاصة بالشغل. زي الفيديوهات اللي احنا هنعمل لها منتاج او صور او لوجو او ميوزيك او اي حاجة تخطر في بالك. فاحدة بنجمع الحاجة هنا في الميديا. وهي بعد كده هنسحبها على الطايم لاين. والطايم لاين طبعا بيتكون من مجموعة من التراك. فهنشوف مع بعض ازاي بنحذف من الفيديو مقطع احنا مش عايزينه. او نضيف مقطع في مكان تاني في الفيديو. فقد الوقت يقول يكن انا هعمل قطع في المكان ده او هحذف المنطقة اللي هي دي. فكل اللي انا هعمله هوقف المؤشر هنا. وهاجي على المكان اللي اقدر ده وهي هسحبه الورا. بعد كده هضغط كليك يمين ودليت. ونقدر نجيب مقطع الفيديو ده ونرجعه وورا بالشكل ده. طيب لو انا عايز اقسم الفيديو ده لجزءين. جزء اول وجزء تاني. فهحتاج ان انا هعمل حاجة اسمها سبلت. هنيجي هنا فوقها هنلاقي حاجة اسمها سبلت. دي هتقسم لي الفيديو لجزءين. زي ما حضرتك شايف كده. الفيديو تقسم لجزءين. جميل جدا. طيب اما انت بتيجي تقسم الفيديو لجزءين. لازم تعمل حاجة اسمها انتقال. من الفيديو الاول الى الفيديو التاني. عشان ما يبانش ان انت قطعت الفيديو ودخلت على الفيديو التاني مرة واحدة. فهتستخدم حاجة اسمها ترانزيشن. فهاجي هنا على الترانزيشن. وايه هختار الترانزيشن اللي انا عايزه. واسحبه في التايم لاين كده بالشكل ده. في الحتة اللي هي فيها القط او بنحط الترانزيشن. زي ما حضراتكم شايفين الانتقال بالشكل ده كده. طيب جميل جدا. لو انا عايز اضيف صورة او مؤثرات صوتية للفيديو بعمل ايه? هروح على الميديا. دي الحاجات اللي انا حملتها من الديسكتوب. ولكن انا عايز احط لوجو في الفيديو ده. زي ما حضرتك شايف هسحبه في المنطقة دي كده. او هسحبه في الطايم لاين. عايز احطه في اي مكان بحدد المكان اللي انا عايز احط فيه اللوجو ده. ولكن انا هحط اللوجو هنا. زي ما حضرتك شايف. هبتدي اكبر اللوجو. هتحكم فيه بكل اريحية. ممتاز. واحطه مسلا في المنطقة دي. طيب لو انا عايز ازبط اللوجو بحيس ان انا اقص منه حتة معينة. هاجي هنا فوق وادوس على اقتصاص او كروب. وازبط اللوجو بتاعي زي ما حضرتكم شايفين. بعد ما اعمل كروب للوجو. بروح على علامة السهم ادت. واحط اللوجو في المكان اللي انا عايزه واصغره واكبره من هنا بالشكل زي ما حضرتكم شايفين. جميل جدا. اقدر برضو اضيف مؤثرات حركية للوجو ده. هنيجي هنا على حاجة اسمها وهنروح على اه الشكل اللي احنا عايزين نختاره في مجموعة من الاشكال هنا. ولكن انا اختار الشكل ده. واعمل له او سحب في اللوجو. عشان انا عايز الحركة تم على اللوجو. زي ما حضرتكم شايفين? حصل حركة على اللوجو. بكل سهولة. جميل جدا. طيب لو انا عايز اضيف دلوقتي او اسهم للمحتوى او للفيديو اللي انا بقدمه. هروح على حاجة اسمها هنلاقي هنا مجموعة من الاسهم والنصوص اللي احنا ممكن نضيفها في الفيديو بتاعنا او في المحتوى اللي احنا بنقدمه. ولكن انا عايز اضيف السهم ده كده هنا. هشد السه. بالشكل ده كده. اه واحطه هنا. اقدر كمان اغير اتجاه السهم بالشكل ده. زي ما حضرتكم شايفين. وليكن انا عايز اشاور على حاجة هنا معينة. هشاور على دي. طبعا هنا بيظهر لأي اداة انت بتختارها. وليكن انا عايز اغير في دي باختار او الصمك. واكبر واصغر بالشكل اللي حضرتكم شايفينه. اقدر كمان هنا اغير شكل السه. واتحكم في كل حاجة في السه. زي ما حضرتكم شايفينه. نفس الحكاية لو انا عايز اضيف نص. باجي هنا. وايه اجيب تيكست بالشكل اللي حضرتكم شايفينه. وابتدي اضيف نص. مسلا هكتب هنا ده اسم القناة. وايه اقدر اكبر واصغر بالشكل ده. وايه كمان اقدر من هنا اختار التكست ستايل. وايه كمان بقدر اغيره واكبره وغيره من هنا. اقدر برضو اضيف مؤثرات حركية للنص ده بكل سهولة. هروح على البيهيفير. وايه اضيف مؤثر حركي. فلو احنا حركنا المؤشر بالشكل ده. وشغلنا الفيديو. شايف حضرتك الحركة. ولو انت عايز تضيف مقدمة احترافية للفيديو بتاعك. فالبرنامج بيقدم مكتبة شاملة بالانتروز. تقدر تختار منها اي انترو انت عايزه. او مقدمة متحركة للفيديو بتاعك. بتروح على اللايبري. وبتلاقي هنا انترو. بتختار الانترو اللي انت عايزه. وليكن انا اختار الانترو ده. بس قبل من اختار الانترو هنوسع الطايم لاين. طبعا لو انت عايز تكبر وتصغر في الطايم لاين. من هنا كده بتكبر وتصغر في الطايم لاين. هنحرك الطايم لاين بالشكل ده. عشان نجيب الانترو بتاعنا في المنطقة دي. فهاختار الانترو كده واسحابه لتحت. وهجيب الانترو بتاعي هنا. وهحرك المؤشر عشان اشوف الانترو شكله عامل ازاي. اقدر تحكم طبعا في حجم الانترو من هنا. اكبره اصغره. او اعمل فتو سكيل. واشغل الانترو. وليكن انا بتكلم عن كمتيجة. هاجي هنا. هدوس على الكلمة. وهكتب كمتيجة. كمتيجة ستوديو مثلا. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. بعد ما عملنا مقدمة الفيديو هنضف لها مؤثر حركي. فهنروح على وهي بالشكل ده كده. هنضيف هنا المؤثر. فهنشغل الفيديو زي ما حضرتك شايف. في مؤثر تم. نقدر برضو نغير المؤثرات نتحكم فيها او نلعب فيها زي ما احنا عايزين. حضرتك شوف كده. هيحصل هنا مؤثر في الاول. طيب لو انا عايز اكبر حاجة معينة في الشاشة او اعمل على حاجة معينة. فهضطر ان انا اعمل زوم ان. فعشان نعمل زوم ان لحاجة معينة. هنحدد الحاجة اللي احنا عايزينها. وهنروح على حاجة اسمها. ولنفطرد انا عايز اعمل زوم للكلام ده عشان اعرف اقرؤه. فهاجي على وهصغر زي ما حضراتكم شايفين عشان اعمل زوم ان. وهقدم قدام شوية وبعدين اعمل زوم او او فت. فتعالوا نشغل الفيديو. بكل سهولة زي ما حضراتك شايف عرفنا نقرأ النص المكتوب هنا. وهي كمان عملي. ولو انت عايز تتحكم في مؤشر الماوس. ويظهر لك بالوان كويسة. فهتروح لي. هنا عندك ثري اوبشن. اول اوبشن. بتختار اي شكل انت عايزه للماوس. هنا مثلا لو انت عايز تعمل هاي لايت للماوس. بالشكل اللي حضراتك شايفو. هنا كده. وهي هنا لو انت عايز تعمل زوم بالماوس على حاجة معينة. ولو انت سحبت المؤشر ده لتحت هتلاقي كل الشاشة عندك دارك. والحتة بس اللي انت بتعلم عليها هتكون لايت. جميل جدا. طيب وهنا لو انت عندك تقدر تتحكم فيهم. وكمان بالوان. انا وليكن عايز اعمل هنا ليفت كليك. اتاك كليك يا شمال. فالضغط اللي انت بتدوسها بالماوس. هتظهر. ويعمل لك مؤشر حركي بالشكل ده. كمان الرايت كليك. لو انت جيت دوست الرايت كليك. هيعمل لك الايفكت اللي حضراتك شايفو. فيه لكل مؤشر لدول هنا على يمين. تقدر تتحكم فيها بشكل كامل. فولياكن احنا نستخدم هنا الماوس. فزي ما حضراتك شايف تقدر هنا تغير لون المؤشر. وليكن اللون ده. تقدر هنا اه تعالي او الشفافية وتوطيها زي ما انت عايز. تقدر هنا تكبر حجم وتصغره. وتقدر هنا تعمل اه بالشكل ده. جميل جدا. برضو تقدر تعمل الكلام ده كله في تقدر تغير اللون او تاخد اللون اللي انت عايزه من هنا. بكل سهولة. عن طريق الالم اللي هنا كده. تقدر برضو تغير اللون الفارع عن طريق الالم اللي هنا. تحدد اي حاجة في الشاشة. وهيتغير لك لونها زي ما انت عايز. طب لو انا عايز اضيف اه بعض الايكونات للفيديو بتاعي. هتدخل على في حاجة هنا اسمها ايكونز. هتبتدأ تضيف الايكونات اللي انت عايزها. وليكن انا قناتي بتتكلم عن حاجة تعليمية. هروح على وهي هضيف مسلا حاجة زي الوسام ده. وهي هبتدي اصغره. واعمل له تأثير حركي هنا. بحيس وانا بشغل الفيديو يزهر معي بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين الوسام بان هنا. كمان لو احنا عايزين نحط موسيقى في الفيديو. هنروح على وهننزل تحت شوية هنلاقي هنا اسمه هنختار اللي احنا عايزينها وايه هنشدها في زي ما حضراتكم شايفين. وليكن انا عايز اقطع صوت في مكان معين او غلط في حاجة ومش عايزها تظهر في الفيديو. بعمل ايه فيه هنا علامة الزائد. بضيفها وبضيف كمان هنا علامة الزائد. فانا عايز اقطع الصوت من هنا ليه هنا. فهنتك على وهندوس كليك يمين. وفي حاجة اسمها اد اوديو بوينت. البوينت دي هنشوف بتعمل ايه دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين بنضيف هنا بعض البوينت عشان نقطع بيها الصوت في المنطقة دي. كده. وهضيف هنا اد اوديو بوينت. كده انا اقطعت الصوت في المنطقة دي. بحيس لو احنا جينا شغلنا التراك. الموسيقى هتشتغل معانا عادي جدا وهتيجي في المنطقة دي مش هتلاقي اي صوت. ممتازة. تقدر برضو تفصل الصوت عن الفيديو. وتحط صوت تاني على الفيديو. فلو انا مثلا جبت الفيديو ده وحبيت افصل الصوت عن الفيديو. هدوس على الفيديو كليك يمين. وهعمل حاجة اسمها سيبريت اوديو اند فيديو. فهيفصلي الصوت عن الفيديو. ده الصوت وده الفيديو. اقدر احزف الصوت. واسجل لنفسي تسجيل صوتي تاني. واحطه على الفيديو. بحيث ان انا اشرح على الفيديو بعد ما تسجل. ممتازة. اخر حاجة نتكلم عليها في الفيديو وهي ازاي نقدر نضيف كرومة في الفيديو. هسيب لكم مجموعة من الكرومة اللي انتو ممكن تستخدموها زي زر الاشتراك. تفعيل زر الجرس. واللايك. فانا ده. فانا لو جيت هنا بالمؤشر. هلاقي فيه كرومة خضرة. انا عايز اشير الكرومة الخضرة دي. فهروح على بعدين فيه حاجة هنا اسمها هنسحبها ليه الكرومة دي. وهنيجي على اللي هنا. في حاجة اسمها الكالر. هندوس على الكالر وبعدين هنجيب البن. فالحاجة اللي احنا عايزين نسحب منها اللون هندوس عليها. وليكن انا عايز اسحب اللون من هنا هدوس عليها بكل سهولة. هتروح. ويني بتدي نعدل الصيز زي ما حضراتكم شايفين? هنبتدي نشغل الفيديو. زي ما حضراتك شايف? لو انت عايز حد يعمل لك لايك وشير ويسبسكرايب بكل سهولة بتجيب الكرومة وتشيل منها الخلفية. جميل جدا. وليكن انا عايز اشيل الحاجة او لون معين من اللوجو ده. نفس القصة هروح على واختار من هنا ويه اسحبها للوجو اللي انا عايز اشيل منه اللون. هنروح على ويه هنجيب البن. مسلا انا عايز اشيل اللون ده. بكل سهولة هيروح معاه. فالبرنامج ده زي ما بقوله حضراتكم حرفيا كنز في كل حاجة. لو انا جيت سجلت بالمايكروفون وفرضا صوت يطلع ماش كويس. اقدر اعدل على الصوت. فهنشوف مع بعض ازاي نعدل على الصوت. هنيجي مسلا على الفيديو ده. وهنروح على حاجة اسمها مور. واديو افكت. دي نقدر نسرع الفيديو بتاعنا. نقدر نشيل النيز من الصوت. ونقدر نعمل حاجات كتيرة جدا زي الفيد ان والفيد اوت. خلينا مسلا نشيل النيز من المقطع ده. فهنعمل او هنسحبها بالشكل ده. وهنلاقي البروبارت الظهرت عندي. اقدر هنا اعمل ازود او اقلل اقدر هنا اقلل الاموند وهكزا. واقدر هنا اعلي الصوت بدرجة عالية جدا. عندي الصوت ممكن يبقى عالي بدرجة متين وسبعين في المية. او متين وخمسين في المية. ممتاز. دلوقتي هنعمل فيد ان وفيد اوت. يعني ايه فيد ان وفيد اوت? يعني الصوت بيتلاشى معاك في الاول وبيتلاشى معاك في الاخر. زي ما هنشوف دلوقتي. هنا مثلا هنعمل هنا فيد ان. وهنيجي هنا نعمل فيد اوت. فهلا تلاشى بيحصل هنا. نفس القصة لو انت جيت هنا. الصوت هنا هيحصل له تلاشى. هيقل في المنطقة الاخيرة. اخر حاجة هنتكلم عليها. ازاي تصرع وقت الفيديو. فهتيجي هنا. وليكن انا عايز اصرع الفيديو ده. في حاجة اسمها كليب سبيد. هتجيبها وتعمل لها دراجينج هنا. وهتيجي هنا على البروبارتز وتصرع الوقت. بالشكل ده. هتدوس مسلا على ستة. يبقى انا كده صرعته ستة في المية. زي ما حضرك شايف هنشغل الفيديو. حصل صرعة بشكل غير طبيعي. الخاصة دي طبعا بتستفيد منها لو انت عايز تعمل الحاجة. او تخلي مقطع الفيديو بشكل سريع. وليكن انت دلوقتي بتشرح موقع. وبتعمل لوجين او تسجيل دخول. فبدل ما تعد واحدة واحدة تشرح. لا هتصرع من ان انت بتكتب كلمة المرور. واسم المستخدم. وتاريخ الميلاد. فبتصرع بسرعة في التيم لاين او الكليب سبيت بتاع الفيديو. ويب كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وصابسكرايب. واشوفكم على خير. سلام. اشتركوا في القناة